هذا وتوسط رئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ووزير البترول وطارق الملة وعدد من المزراء والمسؤولين بشركة النصر للكيمويات الوسيطة جاء ذلك عقب الجولة التفاقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر بالعين السخنة بالسويس اشتركوا في القناة